ما زال الهدوء الحذر منذ صباح هذا اليوم يخيم على قرى قضاء الصور والقطاع الغربي بشكل عام رصدنا غارة واحدة على أطراف البرج الشمالي ورصدنا أيضا إطلاق صواريخ لحزب الله من الجنوب ثلاث عمليات أعلن عنها حزب الله حتى هذه الساعة استهدفت مستعمرات زرعيت وشوميرا وإيفن مناحم هذه المستعمرات اليوم أو العمليات الثلاث هي ما أعلن عنه حزب الله حتى هذه الساعة أما بالنسبة للأقضية الأخرى أيضا والقرى الجنوبية كوتر أيضا ما زال الهدوء الحذر يخيم على باقي الأقضية الجنوبية في مرجعيون وبالتحديد في وطى الخيام توجه فرق الصليب الأحمر الدولي واللبناني لإخلاء أو إنقاذ عائلتين لبنانيتين ما زالوا يتواجدون أو عالقين في هذه المنطقة منذ حوالي أسبوعين وكان هناك مناشدات لمعرفة مصيرهم وكان الجيش الإسرائيلي يرفض دخول أي من الصليب الأحمر الدولي أو اللبناني أو أي من الهيئات والمنظمات الدولية لكن بحسب ما أفادت الوكالة الإعلامية اليوم بأن الصليب الأحمر الدولي واللبناني توجهوا لمعرفة مصير العائلتين التي تعملان في الزراعة وتربية المواشي هناك ولم يغادروا المنطقة هذه العائلتين تتألفان من تقريبا عشرين شخصا من بينهم أطفال ونساء وما زال مصيرهم معروف إذا كانوا ما زالوا أحياء أم في عداد الشهداء إذن الصليب الأحمر توجه إلى هذه المنطقة لمعرفة إخلاء أو إنقاذ أو سحب هذه العائلتين الموجودتين في القطاع الشرقي كوثر يسجل بأن حتى هذه الساعة صحيح هناك ثلاث عمليات لحزب الله لكن يوم أمس انتهى بستة وعشرين عملية كانت استهدفت تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي عند الحدود والمستعمرات القريبة أيضا استهدفت لقواعد عسكرية وأيضا مستوطنات إسرائيلية وبالتأكيد إطلاق العشرات من الصواريخ والصواريخ النوعية كما يصفها حزب الله ببياناته التي يصدرها إذن الهدوء الحذر يخيم على هذه المناطق حتى هذه الساعة ونحن نرسل تطورات هذا اليوم كوثر من القطاع الغربي على الجانب الإنساني وعلى ذكرك بأن هناك بعض الأهالي فضلت البقاء ببعض مناطق الجنوب حتى الآن كيف يمكن الحديث عن أوضاعهم؟ في الواقع كوثر هذه العائلتين تسكنان في منطقة أو في قرية هي قرية حدودية هذه القرية أو وطى مدينة الخيام هناك كانت تجري اشتباكات ومواجهات بين عناصر حزب الله والجيش الإسرائيلي الذي كان يحاول التقدم والتوغل باتجاه مدينة الخيام وفي وطى الخيام بالتحديد كان هناك مواجهات عنيفة حزب الله استهدف تجمعات لأكثر من مرة للجنود الإسرائيليين الذين كانوا يتواجدون هناك وبالتالي بسبب شدة المعارك أو المواجهات في هذه المنطقة لا يمكن التكهن عن مصير هذه العائلتين وهما يفضلون عدم الخروج من هناك هم عائلات عربية تعمل في الزراعة وتربية المواشي وغالبا من يعملون في هكذا أعمال يفضلون البقاء في أرضهم على النزوح والتوجه إلى مناطق أخرى وبالتالي نحن نترقب ما سيكون مصير هؤلاء بعد وصول الصليب الأحمر اللبناني وأيضا الدولي إلى تلك المنطقة لمعرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة أم استشهدوا وفق هذه يعني بعد كل هذه الاشتباكات والمواجهات التي كانت تحصل في هذه المنطقة بالتحديد بين الجيش الإسرائيلي وأيضا عناصر حزب الله الذين استهدفوا عدد كبير من التجمعات هناك وأيضا دمروا عدد من الدبابات المركافة التي كانت تتوى غير من تلك المنطقة كوثرة ترجمة نانسي قنقر